نادي دينامو بريست الذي ينشط في دور بيلاروسيا احدى الدول القليلة التي لا تزال تسمح باستمرار منافسات كرة القدم ابتكر حيلة جديدة لمحاربة فيروس كورونا بجماهير افتراضية اغلب الجماهير في بيلاروسيا توقفت عن حضور المباريات بسبب المخاوف من وباء كورونا الامر الذي دفع نادي دينامو بريست للعمل على وضع حطة لمعالجة ذلك الامر ولجأ النادي لفكرة مبتكرة بدعوة جماهيره من جميع انحاء العالم لشراء تذاكر افتراضية عبر الانترنت وفي المقابل يضع صور المشجعين على وجه تماثيل العرض الجالسة في المدرجات بعد ذلك سيقوم دينامو بريست بارسال مجلة تضم احداث يوم المباراة للمشجعين الى منازلهم على ان يتم التبرع بقيمة التذاكر لمكافحة فيروس كورونا ويعد دور المحترفين في بيلاروسيا الوحيد الذي لا يزال يواصل نشاطه في اوروبا واحدى اربع دوريات بشكل عام في العالم مستمرة رغم تفشي كورونا وتسبب الفيروس في ايقاف اغلب انشطة كرة القدم حول العالم الا ان الكساندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا اظهر اهتماما محدودا بالجائحة ولا يرى حاجة لاجراءات الاغلاق العام لمنع انتشار الفيروس ويحظى الدور البيلاروسي بالاهتمام لانه يملأ فراغ جماهير الدول الاخرى التي تتلهف لمتابعة المباريات المحلية المتوقفة اشتركوا في القناة